أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بتألق وتميز المشاركات البحرينية في سباقات الخيل خلال البطولات الخارجية بعد أن حصل الحصان كلاسيكال ويف ملك سموه على المركز الأول في سباق ثانك تويو ريسنج تيفي ممبر في بريطانيا إضافة إلى حصول المهرى دلمونيا على المركز الثاني في سباق بريكس ديلا في أنجول لستيد في مدمار دوفيل بفرنسا وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذه الإنجازات تؤكد المكانة المتميزة للمشاركات البحرينية في سباقات الخيل الخارجية وأن حصول الحصان كلاسيكال ويف على المركز الأول يؤكد بأن المشاركات البحرينية دائما ما تتميز وتتألق مشيرا سموه إلى أن جهود المضمر فوز ناس ساهم في وصول المهرى دلمونيا إلى المركز الثاني والتواجد على منصة التتويج وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن سباق ثانك يو توريسنج الذي أقيم في بريطانيا دائما ما يشهد مشاركة قوية وتنافسا مثيرا بين الجميع مبينا أن فوز كلاسيكال ويف ثمرة الاهتمام والتدريب المستمر من المدرب روجير فيرنز وتألق الفارس وليام بيوك مشيدا سموه في الوقت ذاته بجهود الفارس الفرنسي أولي بولي والمدرب توم داسكوب وحرصهما على بذل الجهود لتحقيق نتيجة الطيبة في سباق فرنسا ترجمة نانسي قنقر